بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فهذه رسالة إلى العطرة النبوية المباركة وليس لمثلي أن يرسل رسالة إلى صلحائهم وفضلائهم ممن قام بواجبه وحمله على عاتقه هذه الرسالة العظيمة وكان أهلا لثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه وكان عمدة للأمة حيث يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعطرتي آل بيتي فيا أهل العطرة النبوية أما من قام بالواجب فواجبنا أن نجثو بين يديه على الركب لأخذ العلم وللاستفادة وتبركا بالدماء الطاهرة التي تسري فيهم وأما من كان محبا فهو على هذه الشاكلة ولكن الخطر الأكبر وهذا هو الذي دعاني إلى هذا التسجيل بعض أولادكم الذين اختطفهم النواصب من ناصب لكم العداء من ينظرون إليكم باحتقار من يوهمون الناس أن النسب الشريف لا ينفع من يقارنكم بأبي لهب وأنتم تعلمون جيدا ما أقول فكيف تثق بولدك وهو يذهب إليهم ليأخذ منهم ما يظنه علما حينما رأيت الفضلاء من السادة الباعلوي وهم يدرسون العلوم ويتوارثونها وحلقات العلم متواصلة رجالا ونساء فرحت فرحا عظيما وقلت لا يزال الخير في هذه الأمة ولكن حينما وجدت واحدا من أولادهم هو موقع من مواقع الوهابية أي خزين وأي عار يصل به الإنسان حتى يصل إلى هذا الحضيض الشيخ يسف النبهاني من أشد الناس تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام حينما رد على بعض المبتدع ممن ينتسب إلى البيت قال حجيب كيف تكون ولدا للنبي عليه الصلاة والسلام وتغضب ممن يعظمه هل أنت بار بجدك أنا أخشى أن يكون النسب قد فعلت الأمهات أشياء لا ترضي الله تعالى وذا رسوله عليه الصلاة والسلام لا أطعم بأحد الكلام للنبهاني ليس لي أنا حذروا على أولادكم تابهوا إليهم وهذه رسالة لمن تورط بهذا الفكر الخبيث الفكر الوهابي من إخوائنا السادة الأشراف وهم سادة لنا إذا ما سلكوا طريق الرشاد الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أي بر لك وأنت ترى آباءك جميعا من المشركين وأنت تعلم أنهم ما كانوا مشركين وأنهم كانوا يقولون في كل ركع إياك نعبد وإياك نستعين تكلفت تكلفا كبيرا كافحت نفسك لتقتنع بالنظرية ابن عبد الوهاب التي تقول هناك شروط سبعة للا إله إلا الله وأباؤك وأجدادك وجميع المسلمين والفقهاء والعلماء والصالحون والأولياء جميعا ما كانوا يفهمون معناها لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا توقيع ابن عبد الوهاب عليها لا شك أنك تعيش ازدواجية وثنائية عجيبة غريبة وأنت تحاول صد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وتوهمهم أنهم مجرد ساعي بريد أتى برسالة ورسالة انتهى خلاص وانتهى الرسالة هي الباقية هذا عقوق هذا جفاء لم يكن فيه كرام الناس لم يكن في أحبار الأمة أين النقلات عنهم في هذا الباب؟ عشت في أوهام الشرك وتوقعت أن جدك عليه الصلاة والسلام لم يقبل دعاه حينما قال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد وتوهمت أن كلامه كان باطلاً حينما قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب حاشه عليه الصلاة والسلام وأنت تتوهم أن آبائك وأجدادك ممن كانوا يعبدون الشيطان وأنت في أحسن أحوالك وأنت تظن نفسك قد يعني فعلت شيئاً عظيماً حينما تأخذ ببعض كلام الوهابية الذين قالوا لك إنهم يعذرون بالجهل يعني هم مشركون ويعذرون بجهلهم في حال شركهم وأنت تعلم جيداً أن الوهابية مختلفون تماماً اختلاف في هذه القضية وأنها من المسائل التي يتشضون بها ويفترقون دائماً مسألة العذر بالجهل في مسائل الشركة ونحوه عجيب غريب واحد في اسمه ما يشير النسب الشريف ويقول إن جميع العلماء والغزاد في سبيل الله والصالحين هؤلاء كانوا في حكم أهل الفترة أي سخف وأي سماجة حتى يصل إلى هذا الحضيض لا شك لو كان من آل البيت الكرام لرجع وراجع نفسه كيف كيف هؤلاء كلهم في النار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعد أبداً بهم يعني بنهجهم والحمد لله الأمة الإسلامية تمسكت بهم انظر إلى التصوف الذي يحاربه الوهابية أكثر رجال التصوف من عبد القادر الجيلاني إلى أحمد الرفاعي إلى أبي الحسن الشاذري إلى الشاه نخشبند كل هؤلاء وغير هؤلاء الكثرة الكاثرة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقد ملأوا الدنيا خيراً وهم كما قال فيهم البوصير رحمه الله ستموا الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء اسمحوني على هذه الشدة وهذه الشدة لمن شرد عن منهج آبائه وأجداده الأكرمين المذهب لا والله اتباع الدليل الصحيح من هو الدنيا الصحيح بن تيمية؟ والعقيدة بن عبد الوهاب لا أبو حنيفة والشافع وأحمد نعم نحن نتبعهم وأنهم تتبعونهم في الفروع وما شاء الله عليكم يتصورون أنهم أحرص على الشافعي من الشافعية وأحرص على أبي حنيفة من حنفية هذا كله من الغباوة التي جاءتهم من هذا الشيء لماذا؟ لأن آل البيت الكرام بعضهم يعني ما كان ينتقي أما مناسبة لولده فيأتي بعضهم أخذته غباوة هذا الصنف هذا جاءته الغباوة من قبل الأخوال هذا الصنف هذا الذي يفترض مثلا الذي يفترض أن الصحابة جميعا كانوا كافرين موجود وهو له النسب أو يفترض أن الأمة جميعا كانوا مشركين هذه الغباوة مستحيل تكون جاءت من جهة الآباء لا بد أن تكون من جهة الأمهات لو افترضنا صحة النسب الشريف عودوا إلى مكانكم الصحيح إرشاد الأمة نفع الأمة والله تعالى يفتح على هؤلاء الناس آل البيت النبوي آل الدوحة النبوية إذا توجهوا إلى العلم الصحيح والعمل الصحيح الفتح يسرع إليهم بسرعة وراثة من سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال كثير من الصوفية الولاية فيهم أصالة وفي غيرهم وكالة هم الأولياء أصالة نسأل الله أن ينفعنا ببركات آل البيت وأن يعيد لهم مجدهم وعزهم وأن ينبه الآباء إلى تربية الأولاد التربية الصحيحة من وجدته ذكيا علمه العلم الشرعي واجعله من علماء المسلمين لا تركنا الدنيا الله سيرزقه ويكون حجة يجمع الناس على الله سبحانه وتعالى وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين